انطلقت فعليات الاجتماع الأول للمنتدى الأكاديمي والعلمي بين مصر والمجر الذي يهدف لبحث أفاق التعاون بين الجماعات المصرية والمجرية ونقش المنتدى فتح فروعاً للجماعات المجرية في مصر إلى جانب ترتيب لقاءة ثنائية بين رؤساء الجماعات من الجانبين للتشاور حول بناء شبكة ترابط بين المؤسسات التعلمية من البلدين في إطار تعزيز العلاقات الممتدة بين مصر والمجر انطلقت فعاليات الاجتماع الأول للمنتدى الأكاديمي والعلمي بين البلدين لبحث أفاق التعاون بين الجماعات المصرية والمجرية وذلك ضمن جهود الدولة للارتقاء بجودة الخدمات التعليمية وفقاً للمستويات العالمية الحقيقة الاستراتيجية التي كانت اطلقت في مارس العام الماضي استراتيجية الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي أحد نقدر نقول عناصرها الأساسية هي التعاون الدولي وإحنا طبعاً النهاردة المجر الحقيقة حرصها على أنها تتعاون مع جمعاتنا المصرية في انخلال مشروعات بحثية مشتركة وبرامج تعلمية مشتركة الحقيقة كان ده هدف الزيارة الأول أنا سعيد لتواجدي هنا في مصر فمصر والمجر لديهم تاريخ كبير وممتد من التعاون ونحترم ثقافة بعضنا البعض واليوم الصراعات والأزمات تمزق عالمنا ولكن يمكن لمصر والمجر من خلال التعاون أن يساهموا في نشر ثقافة السلام والتعمير المنتدى تناول مناقشة فتح فروع للجامعة المجرية في مصر إلى جانب ترتيب لقاءات ثنائية بين رؤساء الجامعات من الجانبين وذلك للتشاور حول بناء شبكة ترابط بين المؤسسات التعليمية من البلدين بالإضافة إلى التوافق حول التخصصات الأكاديمية التي يمكن التعاون بشأنها دولة المجر من الدول المهمة جدا في العلوم الأسسية زي الرياضيات والفيزياء والكيميا ودي هي الأساس في معالجة الميا في هندسة المواد اللي احنا محتاجينها المجر من الدول المهمة جدا بالنسبة لمصر فيها كتير جدا أن احنا يكون في تعاون في عدة مجالات المجال الزراعي مجال الطاقة وحاجات كتير جدا العلاقات الثنائية بين مصر والمجر تتميز بالارتباط الوفيق على مر التاريخ حيث تعد دولة المجر شريكا وحليفا استراتيجيا لمصر في مجالات متعددة ومن بينها مجال التعليم ومن هنا تأتي أهمية اللقاءات الثنائية لتعزيز التعاون العلمي لخدمة أهداف البلدين جرمين إبراهيم التلفزيون المصري